سأقول بس أول حاجة أن البطولة دي بدأت مفلسة حتى هذه اللحظة هي بطولة غريبة ديتا فوشاعة لا أنا أقول لك منتصر هي بدأة مفلسة بدليل المتسيب بي يعني الراجل بدأ من دلوقتي بيقول لك الرعاية يا جماعة نحن عايزين دعم هي البطولة يعني عايز أقول أنها ترجط معمول لسنتين قداما كريم مش بتدرس لدلوقتي أو نجاحها مش نجاح لحظة بدليل أن لم حتى هذه اللحظة جاري ما قرروش أنهم يلغوا لا دوري أبطال إفريقيا ولا كونفدرالية لو كان البطولة دي هتأخد الشغف الأكبر كان تم إلغاء بطولة من البطولة التانية اللي أنا شايف أنه بيتم أعداد بطولة قوية جدا عشان يستكتبوا الرعاية على شكلة البطولات الكبرى في أوروبا بيشبه البطولات اللي هناك هم عايزين من البطولة ديت من وجهة نظر يعني وبعد البحث عشان أفهم أفكارهم اللي مش مفهومة عايزين عائد مادي قوي جدا من المرشات الكبيرة جميع الفرقة القوية من جميع البلدان هقسمها المناطق تلات مناطق منطقة طبعا ديها شمال إفريقيا ومنطقة الجنوب وهكذا وحط فيها الفرقة الكبرى سيتساقط الفرقة الضعيفة لقسم الثاني كأنه هيعمل قسم الثاني هنا بقى الفلترة البطولة دي يتم إعدادها لفلترة الفرقة الضعيفة يلعبوا في قسم ثاني القسم الثاني ده بقى هيكون فيه يعني بعد للفرقة الضعيفة صاحبة الشعبية الأقل فلما تصعد الفرقة كلها كبرى صاحبة الشعبية الكبرى الرعاية هتكتر فبالتالي الشغف الجماهير هيكون أكبر يبتدي بعد كده الإعلانات تزيد يبتدي بعد كده رعاية يخش واشترو فهي فلترة للفرقة الضعيفة ويحاولوا يطلعوا فيها